فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو الستين إلى المئة يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصفات وبقاف وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف فأما عمر رضي الله عنه نعم نعم فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك نعم هو المفصل القرآن أحزاب حزبه الصحابة أحزابا في صلاتهم بالليل وقراءتهم اليومية حزبوه إلى أحزاب ومنها حزب المفصل وهو حزب واحد وهو آخر القرآن ابتداء من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا حزب واحد سمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين آياته بين آياته وقيل المفصل أي أنه لم ينسخ شيء منه منه من لم يدخله النسخ كما في بقية القرآن والمفصل يبدأ من سورة قاف وله أطول وله متوسط وله قصير فأطول سور المفصل من قاف إلى سورة عمى والأوسط من قاف إلى الضحى من عمى إلى الضحى وكانوا في المغرب يقرؤون من قصار المفصل من الضحى إلى الناس هذه القراءة التي كانوا يقرؤونها في الصلاة ومع الأسف كثير من الأئمة الآن صاروا لا يقرؤون في المفصل لا في الفجر ولا في غيره بل يقرؤون من السور الطوال وربما يخلون بالقراءة ولا يحسنونها ولا يضبطونها وهذا خلاف السنة نعم يجوز أنه يقرأ من غير المفصل ويقرأ من السور الطوال أحيانا أما أنه يهجر المفصل ولا يقرأ منه أبدا هذا خلاف السنة وهذا يشق على الناس المفصل آياته خفيفة ولا يشق على الناس بخلاف بقية السور الطويلة فهي تشق على الناس والآيات طويلة في غير المفصل خذ مثلا آية الدين صفحة كاملة فيجب على الأئمة أن يراعوا هذا فهذا هو الغالب أنهم في الفجر يقرؤون من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي البواقي من أوساطه هذا هو الاعتدال في الصلاة والذي لا يشق على الناس وكانوا يقرؤون أحيانا في غير المفصل قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب في العراف وقرأ بالمرسلات قرأ بالطور ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك لكنه بعض الأحيان يكون ذلك في بعض الأحيان ترجمة نانسي قنقر